محمد الشناوي حرس مرمى كبير جدا 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 حرس مرمى النادي الاهلي حرس مرمى منتخب مصر ادى للنادي الاهلي كتير جدا وادى لمنتخب مصر كتير جدا وشال النادي الاهلي في اوقات كتير جدا وشال منتخب مصر في اوقات كتير جدا وضع طبيعي عشان انا ما عجبنيش بس امبارح سؤال يعني مش قادر اقول ايه اقول علي ايه سؤال غلص سؤال غلس من أحد الصحفيين بيستفز محمد الشناوي ولكن هو الشناوي كان رده يعني غلس زي الصحفي فأنا كنت متوقع الرد من محمد الشناوي بس أنا بتكلم على الشناوي ققيمة وضع طبيعي لأي لاعت مش الشناوي بس إن أنا أغلق عادي أنا معرض للخطأ حتى لو كنت أنا أحسن جول في العالم أنا معرض للخطأ أحسن لعيب في العالم معرض للخطأ ويا ما شفنا أحسن لعيب في العالم بتضيع ركلات ترجيحه وبيبقى يومها مش كويس والتوفيق مش ملازمها وأحيانا بتتسبب في خسارة فرقيتها بإضاءة الأهداف أو إنها تتسبب في أهداف ده موجود ده عادي وده طبيعي وده حيكون موجود في الكرة طول الحياة إنما مش معنى كده إن أنا أتبح الشناوي ما الشناوي يا ما شالنا الشناوي كان ليه دور كبير جدا ودور متميز مع النادي الأهلي ومنتخب مصر وكان ليه دور متميز كبير جدا مع النادي الأهلي في جميع البطولات لما تيجي كرة أو لعبة ما أحسنش التعامل معه ما تبحوش ما تبحوش هو أحياناً اللعيب بيسكت لما بيبقى حاسس إنه هو أخطأ أو تسبب في 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 إنه مثلاً فريقه خسر بسبب لعبة أو أضع لعبة فاللعيب بيبقى من جواه حاسس إنه هو كان سبب كبير في الحتة دي فبيقنب نفسه بيفضل يقنب نفسه ويعنب نفسه لحد المشي اللي بعده عشان يظهر بصورة مثالية عشان يبقى بالصورة اللي هي الناس عارفاة عنها ولو إن ده برضو مش هيقل للأخطاء طول منا بلعب وطول منا عايش وطول منا في الملعب حبقى كويس وحغلط وحبقى كويس وحغلط ويوم حبقى كويس ويوم حبقى دي الحياة ودي الرياضة بصفة عامة مش الكرة بس فالجماعة اللي بيهاجموا محمد الشناوي هو حاسس هو حاسس بالخطأ وساكت وساكت وهو مش راضي عن اللعبة دي اللي السبب بتفدأ ولكن كلنا بنخطئ وياما هنخطئ وياما اللعبة اللي جوه هتخطئ ولكن النهاردة النهاردة إن شاء الله أكبر رد في الملعب بمساعدة الجمهور للعبة النادي الأهلي النهاردة وأنا إن شاء الله بإذن الله واثق في النقطة دي لأن لعبة الأهلي شوفها ساعة الصعاب لعبة الأهلي تلايون في المناسبات الكبيرة طبعا بتلايون في المناسبات الصغيرة أحيانا بس بيكون فيه سقة زيادة عن لزوم يعني البعض اللعيبة بيكونوا مستسرين الماتش شوية ولكن في الظروف الصعبة والمورات الكبيرة بتلاقي لعبة النادي الأهلي ف لو جينا بقى لعبة النادي الأهلي عشان إحنا بنتكلم على لعبة النادي الأهلي والضغوط اللي عليهم وبعض الجماهير هجمتهم واللي يقول لك مش عارف بقى لهم ثلاث ماتشات ما كسبوش ومش عارف كل ماتش لما نيجي بقى على جواز الاتحاد الإفريقي